ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ بن أنس عند أحمد وأبي داود نهى عن الحبوة بكسر الحار وبضمها الحبوة والإمام يخطب ما هو الاشتباء أن يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويربط ساقيه مع ظهره بحبل أو بيديه هذا هو الاشتباء ويسمى بالحبية ولا يعرفه إلا العرب أتدرون أن العرب تسمي الاشتباء تسميه جداراً وحائطاً لما؟ لأنهم في الصحراء يستخدمونه فيكونوا بمثابة الحائط والجدار الذي يستند إليه إذا كانوا في فلاة من الصحراء تسميه جداراً تسميه جداراً وحائطاً تسميه جداراً وحائطاً